كما تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية وأيضا استهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد وقد أصفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 420 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 20 مدرية أمن والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 248 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة محيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 98 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 773 قطع السلاح ناري أبرزها 107 بندقية 77 بندقية ألية 35 مسدسا 551 فرد محل الصنع وكمية من الطرقات مختلفة العيرة و135 خزينة إضافة لـ 1171 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 463 ألف وسلاسة حكما قضائيا من بينهم 1728 حكم جناية و168 ألف و140 حكم حبسة و228 ألف و581 حكم غرامة و64 ألف و554 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلا عصابيا ضموا 52 متهما قاموا بارتكاب 116 حادث سرق متنوع وتم كشف أمود 87 حادث ما بين قتل عمد سرق بالإكراح حريق عمد انتحال صفة وضبط مرتكبها بإجمالي 112 متهما كما تم إعادة 22 سيارة مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1209 قضية إذجار في المواد المخدرة من بينها قرابة 111.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 756.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يزيد على 33.5 كيلو جرام إضافة إلى أكثر من 10.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وقرابة 23 ألف قرصة مؤسرة وأكثر من 12.5 ألف قرصة رامدول مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 17 مليون جنيه تقريبا وتم ضبط سلاسة ملاكس غير مرخصة لإعلاج الإدمان ترجمة نانسي قنقر